في أحدث تطورات المعارك في منطقة خيرسون حث رئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجلاء المدنيين من المنطقة التي تشهد هجوما مضادا من قبل القوات الأوكرانية وقال بوتين خلال الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية في روسيا إن السكان المدنيين لا ينبغي أن يعانوا من عمليات القصف الناجمة من الهجمات المضادة التي تشنها القوات الأوكرانية على حد قوله يشار إلى أن السلطات الروسية أجرت عمليات إجلاء جديدة لمدنيين من المدينة يوم الثلاثاء الماضي بعد أيام من مغادرات نحو سبعين ألف شخص من سكانها إلى مناطق آمنة بعيدة عن جبهات القتال في سياق متصل أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أن القوات الأوكرانية تستطيع استرجاع منطقة خيرسون من روسيا أوستين قال خلال تصريحات صحفية في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن القوات الأوكرانية لديها القدرة والعزيمة لاستعادة أراضيها السيادية معربا عن اعتقاده أن هذه القوات ستواصل الضغط في هذا الاتجاه وقال كريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة في خيرسون الذي عينته روسيا يوم الخميس إن من المرجح أن تسحب روسيا قواتها من الضفة الغربية لنهر دانيبرو وبحسب محللين فإن روسيا قد تتخلى عن منطقتها العسكرية على الضفة الغربية لنهر دانيبرو التي تضم عاصمة أقليم خيرسون فيما يقول آخرون إن القوات الروسية ربما تنصب فخا لإغراء القوات الأوكرانية بالدخول إلى المدينة ومن ثم الانقضاض عليهم وتتمتع خيرسون بأهمية استراتيجية وسياسية كونها توفر ممرا بريا آمنا لأشبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا عام 2014